نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء شائعة صدور قرار بوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة وأشار المركز إلى أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان أكدت الوزارة أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن مشددة على استمرار تقديم كافة خدمات التأمين الصحي للنساء المعيلات والمقيدات بوزارة التضامن الاجتماعي ويحصلن على أحد معاشاته باعتباره استحقاقا قانونيا لا يمكن إلغاؤه أو إيقافه مشيرة إلى زيادة مخصصات دعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة بنسبة 14.8% في الموازنة العامة الجديدة عام 2022-2023 لتصل إلى 93 مليون جنيه مقارنة ب81 مليون جنيه في عام 2022-2021 ترجمة نانسي قنقر